وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء بوضع خطة عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة وخلال اجتماع الحكومة شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم مع أي تقصير من جانب الجهات التنفيذية وفقا للقواعد والقوانين المنظمة هذا ووفق مجلس الوزراء على قيم شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبنى يستمد الطيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيا كان موقعه وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقا لقانون التصالح